قبل نحو خمس سنوات دمرت الحرب بيوتهم فنزحوا إلى مجمع الدور منخفضة تكلفة في منطقة السبع كيلو بمدينة الرمادي مركز محافظة لنبار ومنذ ذلك الحين لم تصرف الجهات الحكومية لهم أي تعويضات ولم تبدأ كذلك في إعادة أعمار مناطقهم بل إن منطقة السبع كيلو التي يسكنونها منذ نحو أربع سنوات ونصف السنة قد نالت نصيبها هي الأخرى من الحرب ودمارها فباتوا في المجمع محاصرين بأنقاض مبان دمرها القصف وبقيت الألغام فيها تهديدا متواصلا للأهالي وأطفالهم نحن أقلبيت للبيوت نواقع نحن مجمع السبع كيلو دور وطأة الكلفة هذه خمس سنين قدمنا معاملة تعويض ماكو جاي نصور ويوعدونا بخير الحد الآن محا جاي سأل علينا بس من قربت الانتخابات أسه راح يصدون علينا وعين عيونكم وهي وحكي بس حكي يعني نريد فعل ماكو ولا تتوقف المعاناة عند ذلك الحد بل تمتد لتشمل ترديا في الخدمات ونعداما لفرص العمل لدى سكان المنطقة نحن هنا عوال ما عدنا لا حول ولا قوة يعني أكثريتها أنا قاعد هنا أنا بدون يعني ما عدتها كل شيء اللي وقع بيوتها الدواعش واللي اثناء القصف واثناء شيء اسمه وعدنا هاي العماير اكثريتها واقعة وداخلها مخلفات حربية ونحن نخاف على الجهان يطلعون ودائما كل فترة وفترة يصلنا تهديد بأنه لازم تطلعون ونازم تروحون وهي الشغة موليكم وهي تلك الحكومة زينا احنا ذا عالم هاي طلعت وين تروح يعني عالم يعني أكثريتها عالم فغرة لا حبل ولا قوة يعني أكثر الناس واقع بيوتها وأمام إهمال الحكومة وفشلها في تحقيق أبسط متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين لا يبقى في يد هؤلاء إلا المطالبة بحقوقهم وتكرار المطالبة دون يأس فما ضع حق وراءه مطالب ترجمة نانسي قنقر